مشاهدين ساعة الوقت تسعى بتوقيت القاهرة معنا مع مجلس الأمن الأنباء مع دينا تفضل يدين شكرا لك منا التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجلس الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم صرح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان بأن مجلس أماناء الحوار يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ويثم من غاليا قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة واعتبر مجلس الأمناء أن هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول قضايا الاقتصادية الحالية والذي دعا إليه الرئيس السيسي بصورة عاجلة لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واقتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل وعلى جانب آخر أكد مجلس أماناء الحوار الوطني رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصري من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة وأوضح المجلس أن حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصري في أي وقت منذ بدء العدوان لإسرائيلي الغاشم على غزة ولا قبله إنما هي حقيقة معروفة للجميع أعلنت وكلات أعلامية أن هناك مشاحنات حادة بين رئيس المزر الإسرائيلي ورئيس الأركان هرسي هاليبي بشأن اكتياح جيش الاحتلال مدينة رفح وذكرت القناة 13 الإسرائيلي أن نتنياهو يريد تعبئة قوات للإحتياط التي تم تسريحها مؤخرا من قطاع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوب غزة ومن جهته طالب رئيس الأركان باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح أعرى بوزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون عن شعوره بالقلق العميق إذا احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة وقال كاميرون في منشور على حسابه عبر مناصة إكس إن الأولوية يجب أن تكون وقفا فورية للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج المحتجزين ثم التقدم نحو وقف مستدام ودائم لإطلاق النار حضر الممثل الأعلى للتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزف بوريل من أن هجوما محتملا لجيش الاحتلال على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصفة وأضاف بوريل أن استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدنهوم إن التقارير الصادرة حول مدهمة مستشفى الأمل في خان يونس واحتجاز العاملين فيه والمرضى والأضرار التي لحقت بها تثير القلق للغاية وطالب أدنهوم بضرورة إطلاق صراح المرضى والعملين الصحيين فورا ذكرت وكالة تتاس أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس المقبل وأوضحت الوكالة أن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلادامير بوتين وثلاثة سياسيين وهم نائب رئيس مجلس الدومة الروسي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي قومي المتطرف وأخيرا مرشح الحزب الشيوعية أعلنت وزارة الدفاع الإماراتي مقتل ثلاثة من عناصرها وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابت اثنين آخرين إثلت عرضهم لهجوم في جمهورية الصومال وأضافت الوزارة أن الهجوم وقع أثناء أداء العناصر لمهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر